أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبر قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصعبني قد بلو تمل لدني عذر فانطلق حتى إذا تيهل قرية استطعم أهلها فبن يضيفهما فوجد فيها جدر يريد وينقض فاقم قال لو شئت لتخلت عليها جر قال هذا فرق بيني وبيني كسو نبيك بتأويل ما لم تستطيع عليه الصبر أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فارطوا أن عيبها وكان وراهما لكم يأخذ كل سفينة رصبا وأما الغلام فكانا براه مؤمنين فخشينا يرهقهما تبينه كفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما وخر منه الزكاة وقرض الرحمة وأما الجدار فكان لغلامين يتمين في المدينة وكان تحته كانس لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك يملغوا شدهما استخرجا كانسهما رحمة من ربكما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه الصبر ويسألونك عن ذلك القرنين قل سأطلو عليكم منه ذكر إنا مكنا له في الأرض واتينه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغم غرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قرما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتكد فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذب النكر وأما من نامنا وعمل صالحا فله جساء الحسنى وسنقود له من نمرنا يسر ثم أتبع سببا حتى إذا بلغم طلع الشمس وجدها تطلو عليكم لم نجعلهم من دونها ستر كذلك وقد حطنا بما لديه خبر ثم أتبع سببا حتى إذا بلغم بين الصدين وجد من دونهما قرما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج مأجوج مخصدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم صدا قال ما مكنني فيه ربي خر فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم رضما آتوني سببا الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قولا نفخوا حتى إذا جعله نارا قولا توني يفرق عليه قطر فما استطعوا أن يظهروا هو ما استطعوا له ناقبا قالا هذا رحمة من ربي فإذا أوعد ربي جعله دكا أو كان أوعد ربي حقا وتركنا بعدهم يميذ يموج في بعدينا في خب السري فجمعا هم جمعا وعرضنا جهنم يوميذ للكافرين أرضا الذين كانت تعينهم في قطاعنا عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماعا فحسب الذين كفروا يتكدوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم الكافرين ننزلا قل هل ننبئكم من الأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صناعا أولئك الذين كفروا بيات ربهم ولقائه فعبدوا تعمالهم فلا ننقم لهم يوم القيامة رسنا ذلك جساؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا أيات ورسل رسوة إن الذين منوا عملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبرون عنها حوالا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا نفد البحر قبل أن تنقذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشيك بعبادة ربه أحدا سورة مريم مبكية بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صادر ذكر الرحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه ندان كفيا قل رب إني وهن العظم مني واشتعل رؤس شيما ولما كن بدعيك رب شقيا وإني كفت الموالي من ورائي وكانت مراتي عقر فهب لي من لدنك وليا يريثني ويريث من نالي عقب واجعله رب رضيا يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قرد سميا قل رب أن يكون لي غلام وكانت مراتي عقر وقد بلرت من الكبار عطيا قل كذلك قل ربك هو علي هين وقد خلاقتك من قبل ولم تكن شيئا قل رب جعل لي آيه قلاتك لا تكلم الناس ثلاثة ليلي صويا فخرج على قومه من المحرب فأرحى إليهم أن يصبح بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم الصوبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرى بوالديه ولم يكن جبار عصيا وسلام عليه يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر صبيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما نرسل ربك لأهبلك غلاما سكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولمك وقيا قال كذلك قل ربك هو علي هين ولنجعله آيه للناس رحمة منا وكان ربا قضيا فحملته فانتبت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخارد إذا انفاجأ أهل مخارد إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منصيا فناداها من تحتها لا تحزني قدر على ربك تحتك سريا وهزي لك بجرم النخلة تساقط عليك رقبا جنيا فاكلي واشربي وقرعين فإما ترين من البشر يحدا فقولي إني نذرت للرحمن صعبا فلن نكلم اليوم ينصيا فآتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لا قد جئت شيئا قرية يا أخت هارون ما كان مكمرس وما كانت مكبرية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي وجعلني مباركا إنما كنت رسوني بالسلات والزكاة ما دمت حيا وبروا بوالدتي ولم يجعلني جبار شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى أبنى مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتكذ من ولده سبحانه إذا قد رمرهم فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من مشهد يوم عظيم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأرصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في دولان مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قد يلمرهم في غفلة وهم لا يؤمنون إننا نحن نريد الأرض عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لي به يا أبتي لم تعود ما لا يسمعون بسرارني عنك شيئا يا أبتي إني قاد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أخذك صراط صريا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني خوف ويمسك عذب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أن تعن لهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجو منك رجلني وليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفيا وأعتزدكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له رسحاق ويعقب كلنا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطريل من وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا آخره هارنا نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صدق عليا وكان رسولا نبيا وكان يأمره له بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدرس إنه كان صدق النبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين نعم الله عليه من النبيين من ذريتي آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذريتي براهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبين إذا تطلع عليهم عد الرحمن خروا سجدا وبكيا فخالفا من بعدهم خلفنا دعوا الصلاة والطبع الشهرات فصوروا القنغية إلا من طاب وآمن وعملوا صالحا فأولئك دخلون الجنة للمون شيئا جنات عدن للتي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأثيا لا يسمعون فيها لغن الله سلاما ولهم رزقهم فيها بكردا وعشيا تلك الجنة التي نرث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك لهما بين يدينا ما خلفنا وما بين ذلك ما كان ربك نصيا رب السماوات والله درما بينهما فاعبده واستبر لعبادته لتعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا مابت الله سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان وأن خلاقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشر أنهم الشياطين ثم لنحضر أنهم حول جهن مجلسيا ثم لننزع أن من كل شعة أن يهم شدوا على الرحمن عدية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم الله وردها كان على ربك حتما قضيا ثم لنجي الذين اتقوا نظر الظالمين فيها جثيا وإذا تطلع رهماتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين وقروا مقاما وأحسنوا نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن وثاة ورئيا قل من كان في الدولة فليمدد له الرحمن ودى حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما السعى فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خرون عند ربك ثوبا وخر مرد أفريت الذي كفر بآيتنا وقال لأرتن ما لأولد أطلع الوئبا متخد عند الرحمن وعهد كلا سنكتب ما يقول ولمد له من العذاب مدى ونرثه ما يقول يأتنا فردى واتخذوا من دون الله علية اللي يكون لهم عزى كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدى ألم تروا أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأوزهم مزى فلا تعجل عليهم إنما نعود لهم عدى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردى لا يملكون الشفعة إلا من اتخذ عند الرحمن وعهد وقالوا اتخذ الرحمن ولدى لقد جئتم شيئا ندى تكاد السماوات يتفطرنا منه فوقهن والملائكة يسبحانا بحمد ربهم تكاد السماوات يتفطرنا منه وتنشق الأرض وتخر الجبل هد أن دعوا للرحمن ولدى ومن بغي للرحمن يتخذ ولدى إن كل من في السماوات والأرض الله الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدى وكلهم ماتيه يوم القيامة فردى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلوا لهم الرحمن ودى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قمل ودى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا سورة طه نكي بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنسلنا عليك القرآن لتشقه إلا تذكرة لمن يخشى ترنسلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العشي استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل ترك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأثلهم كثو إني أنا استنار لعلياتكم منها وبيقوا بأسنى وجدوا على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالراضي المقدس ترى وأنا اخترطك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا فاعبدني وأقمي الصلاة لذكري إن السعادات يتنك دخ فيها لتجرس كل نفس بما تسعى فلا يصد أنك عنها بلأل بها والطبعه وهو فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصوية أتوكأ عليها وأوش بها على ونمي وليا فيها مارب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقوها فإذا هي حية تسعى قال أخذها ولا تخف سنعيدها سرطها اللولا واطمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من قرسه إن آيات النخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعن إنه طرى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزير من نهلي هارونا خشدد به يزري واشركه في أمري كي نسبحك كثير ونذكرك كثير إنك كنت بنا بصير قال قد أتي تسؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أني قذفه في التابوت فأقذفه في اليم فلنقه اليم بالسحل أخذه عدو لي وعدو الله وألقيت عليك محبة مني ولتسنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل لدلكم على ما يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقرع عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتلناك فطنا فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي إذهبا أن توافو كبياتي ولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعان إنه طغى فقول له قول اللينا لعله يتذكر ويكشى قال ربنا إننا نخف أن يفوت علينا ويطغى قال لا تخف إنني معك ما أسمع وارو فأتيه فقول إن رسول ربك فأرسل معنا من إسرائيل ولا تعذبهم قد جئنا كبيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد رحي إلينا أن العذب على من كذب وتولى قال فما ربك ما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم أهدا قال فما بال القرون الأولى قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسألك لكم فيها سبلا وأنسى من السماء ماء فأخرجنا به أسراجا من نبات شتى كل ورعا ونعمكم من نفيدة لك لا تلو لنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة نخرى ولا قد رينه أدنا كلها فكذب وأبا قال أجئتنا لتخرجنا من نردنا بسحرك يا موسى فلا نأتي أنك بسحر مثله فجعل بيننا وينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنتمك ننصر قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس دوحا فتولى في عنه فجمع كيده ثم ماتا قال لهم موسى وينكم لا تفتروا عن الله كذبا فيسحدكم بعذابا وقد خاب من افتروا فتنسعوا وانبرهم بينهم وصروا النجو قالوا إن هذا لساحران يريداني يخرجكم من أردكم بسحرهما وذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقدف لها اليوم ونستعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من نلقى قال بل نلقوا فإذا حبالهم عسيهم نخيل إليه من سحرهما تسعى فأرجس في نفسه كيفة موسى قلنا لا تخف إنك أن تلعلا وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيده ساحي ولا يفلح الساحي حيث وتا فألقي الساحرة السجدان قالوا من نابع بهارون وموسى قال آمنتم له قبل أن نادن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعنا يدكم وجدكم من كلاف من كلاف ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا تعلم النين أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقد ما أن تقض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطويا وما كرفتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيهم من أن قد عمل الصالحات فاودائك له الدرجات العلا جنات عدنين تجريمين تحتها لنهار خالدين فيها وذلك جساء من تسكى ولا قد رحينا إلى موسى نسر بعباده فضرب لهم طريقا في البحر فلا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعن بجنوده فرشيهم من اليمن ما رشيهم ودل فرعن وقمه وما هدا يا بني سرعي لقد رجيناكم من عدركم وعادناكم جانب الطريل ونسلنا عليكم وانا وصلوا كل مير طيبات ما رساقناكم ولا تتغر فيه فإعلا عليكم غضبه وما يحلل عليه غضبه فقده وإني لغفر لمن تبرى من عمل صلحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم ملاء على ثري وعجلت عليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعد قد لهم السامري فرجع موسى إذا قومه غضبنا سفا قال يا قومي لم يعدكم ربكم عدن حسنا فطول عليكم العهد وما رضت ما يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا وسر من جنة القوم فأخذفناها فكذلك القسامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خور فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنصير أفلا يرون الله جعي لهم قولا ولا يملك لهم ضررا ولا نفعا ولا قد قال لهم هارون من قوليكم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبره عليه عكفنا حتى وجعلين موسى قال يا هارون ما منعك يدريتهم ضلوا ألا تتبعني فأصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بالإحيات ولا برأسي إني خشيت وأنتقول فروقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطرك يا السامري قال بصرت بما لم يرسل به فقبضت قبضة من نثر رسولي فنبضتها وكذلك سولت لنفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أنتقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عكفا لنحرق أنه ثم لننصف أنه في اليم من أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وصع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد السباق وقد أتيناك من لدنا ذكر من نعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في السوري ونحشر البجر يمين بيذن سرقا يتخافتون بينهم اللبط من العشر نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أن تدوا طريقة اللبط من الله يوم ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا فيذرها قوعا صفصفا لا تروا فيها عيوجا ولا أمتا يومئذ يتبعنا الدعية لعيوجا لأخوة خشعة للصوت للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا يومئذ لا ترفع الشفعة إلا من نضي الله الرحمن ورضي له قولا لأعلموا ما بين يديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ذلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ذلما ولا أضما وكذلك أنسلناه قرآن عربي وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكر فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ينقدر إليك وحيه وقرب سيدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنصير لم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الله بلسابا فقلنا يا آدم إن هذا عدل لك ولسوجك فلا يخرجنك ما من الجنة فتشقه إن لك لا تجوع فيها ولا تعروه وأنك لا تضمن فيها ولا تضحى فوصوص إليه شيطان قال يا آدم هل لدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سرأتهما تفق يصفان عليهما من ورق الجنة وعصوا آدم ربه فروا ثم جتبه ربه فتبع عليه وهدى قال اهبط ومنها جميعا بعدكم لبعضنا عدو فإما يأتي أنكم مني هدى فمن التبع هدى فلا دل ولا إشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة نظر كون حشره يوم القيامة عما قال ربي لما حشرتني عما وقد كنت بصير قال كذلك تذكايتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك ناجسيم النصر فأولمئ من بيات ربه ولعذر الله كنت أشدوا بقوا أفلم يهدي لهم كما أحلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم النفيدة لك لا تلوا لنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزام واجن مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح لحمد ربك قبل تلع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهر لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما وطعنا به أزوجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم به ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصدر عليها لا نسلك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقرى وقالوا لولا يأتين بيات من ربه أولم تأتهم بينتما في الصحف اللولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسلا فنطبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربسوا فتربسوا فستعلمون من أصحاب الصراط السري ومن اهتدى صدق الله العظيم